مرحبا بكم تحولت منازل طلبة أوائل الثانوية العامة في غزة تحولت إلى صلاة أفراح ابتهاجا بما حققوه من نجاح باهر باستثناء منزل الطالبة مرح زيادة التي تحولت فرحتها إلى محطة ألم ووجع ودموع حزنا على فراق والديها الذين يرتقوا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الصيف عام 2014 مرح الحاصلة على معدل 97.6% كانت هي وثلاثة من إخوانها الناجين من مجزرة إسرائيلية استهدفت عائلتها في مخيم البريد شرق القطاع خلال العدوان حيث استشهد ثمانية من عائلتها كان من بينهم الأم والأب وشقيقها وأعمامها طالب يكون متوتر في توزيه ففي الظروف الصعبة أكيد يكون أصعب في فترة التوزيه بس الحمد لله يعني معون ربنا يعني ومساعدة الأهل يعني تمر هاي المرحلة بالدرجة هاي يعني توقعتني متعب ما شرقه كتير يعني خاصة مع الفقدان يعني بس الحمد لله يعني ربنا كان معي الحمد لله يعني ما تعبتش بي صعبت بس بدرت يعني أتغلب على كل المعيقاتي اللي كانت موجودة الحمد لله يعني أنا كنت متعودة للمتحان صعب أو في إيجي صعب ممكن أروح لواما يعني أكيد وفي حال لي مش موجودة كنت أساوي نفس الإشي يعني يعني أعاد أعتبرها كأنها موجودة وممكن يعني أحكي أحكي يعني وأنه أحكي لها يضلك يعني معي لازم تدعي وقد اعتادت مرح وأخواتها على التنافس على مقعد التفوق والنجاح في حياة أبويهما وبقي الإصرار رديفا لمسيرة الحياة التي أكملها بصحبة أعمامهن ليواصل مسيرة التفوق حصدت في همي على درجات عالية ومنتقدمة في مدرستها الجديدة التي انتقلت إليها في مدينة غزة الزميلة غالية حمد مراسلتنا في قطاع غزة حمد تلتقي الطالب مرح إليك غالية نعم شكرا جزيلا لك زميلي محمد ونرحب بك وبالمشاهدين الكرام في هذا اللقاء الذي يجمعنا بهؤلاء المتفوقين في الثانوية العامة الذين جدوا واجتهدوا طوال عام كامل وفي ظروف غير اعتيادية فكانت المفاجأة أنهم حصدوا نتائج غير اعتيادية متفوقة ومرتفعة نرحب بضيوفنا مرح زيادة وعمها حسن الزيادة وسيكون معنا أيضا الطالب المتفوق محمد عوض ووالده نايف عوض مرح بداية مبارك إليك النجاح ومعدلك المرتفع والرائع 96.6 ما رح تكلمي لنا عن رحلة الدراسة طوال عام كامل في ظل أنه أنت انتقلت من مدرستك اللي كنت فيها معلمات جديدات مكان جديد صديقات جديدات بالكامل بالأول كان كتير صعب الأمر يعني منه تغيير كامل لكل المكان للأشخاص أول يعني كتير كان صعب بقيت الأمر كتير يعني بس أنا طبعي اجتماعية يعني مع الناس مع الطالبات مع المعلمات قدرت أتغلب يعني على هذا الأمر يعني من ناحية الصحبات من ناحية المعلمات يعني كنت اجتماعية يعني الحمد لله ويعني مرت أكيد يعني أيام صعبة وظروف صعبة يعني في ظل تغيير المكان والأشخاص يعني بس الحمد لله يعني يعني ربنا عيني الحمد لله الحمد لله طيب يا مرحل هذا كان من أكثر الصعوبات اللي واجهتها خلال عامك التوجيه هذا كان أكبر صعوبة ومن إحدى الصعوبات اللي واجهتها يعني اللي هو تغيير المكان أكيد أكثر إشي اللي هو فقدان الأم والأب يعني كان أصعب إشي طبعا بس الحمد لله كيف كانت الأمور يعني صعبة بفقدانهم أكيد هم دورهم داعم ولكن أنت بنهاية بتدرسي مركزة مع منهجك مع دراستك مع مدرستك يعني هو أكيد صعب كتير يعني خاصة إنه وجود الأم والأب في مرحلة التوجيه هي بالذات إنه إشي مهم للطالب يعني غير إنه أصلا الطالب التوجيه بيكون متوتر عنده ضغط يعني وأنا كان عندي يعني اللي هو فقدان أم وابا يعني أكيد كنت يعني أتمنى يكونوا كتير مواقف وفي كتير أيام يعني مرت عليها صعبة يعني بس يعني خلينا أحكي لك إنه يعني لما أدعي لما أصلي لما أحاول أتخيله منهم موجودين هذا الإشي كان كتير ريحني يعني كتير يعني كان صعب بس كان كتير ريحني لكن يا مرح كان في كتير من الأقارب محطين فيك ويمكن كان دورهم فعلا فعال واضح من نتيجتك أكيد كان لهم دور فعال يعني كتير دعموني الحمد لله يعني يعني مزاة عم حسن كان يعني يجي كل يوم كل يوم كان لازم يعني يسأل لدراسة يعني وكلهم يعني إخوالي وخلاتي والكل كان دايما يسأل يعني حتى دايما كنت هتواصل مع صحباتي اللي في البراجي يعني رغم إنه توجيهي وهيك بس كنت يعني هتواصل دائما معهم يعني مبروك إليك النجاح يا مرح وسأتوجه إلى الداعم الأساس والأكبر لك كما قلتي عمك حسن مبارك نجاحها بعد إن بذلت كل هذا الجهد خلال عام كامل معها ولو تكلمت لنا عن أهم النقاط اللي حاولت تركز عليها مع مرح خلال هذا العام لتوصلوا لهذه النتيجة المشرفة والجرائعة يعني أنا بعتقد أنه مرح كانت نموذج لطالبة يعني مريحة يعني في التوجيه يعني مرح قدرت تدير يعني وقتها ودرستها بشكل جيد يعني ويمكن مرح استفادت من تجربة أختها اللي أكبر منها سنة الماضية كانت بالثانوية العامة وكانت الصعوبات علينا أصعب في التعامل مع أختها يعني وبالتالي مرح يعني استفادت من تجربة الأخت الأكبر في هذا الجانب فمرح يعني هي من طبعها يعني هي عندها إرادة وعندها دافعية ودائما تبحث عن الأفضل يعني وهذا كان بميزة حتى في طفولتها يعني يعني هي كما تفضلت يعني اسمها مرح وكانت هي هي طفلة يعني تدخل المرح والبهجة حتى على قلوب الأم والأب والعائلة كلها يعني فحافظت على هذه السماء في حياته وسعادتها في أنه تقدر تتوافق مع الفقدان اللي صار وكانت دائما تحتفظ بابتسامة يعني وكانت دائما تحتفظ بإرادة يعني تعمل أشياء اللي علاقة بأفراد العائلة كانت يعني كثير تقلد حركات أفراد العائلة وطريقتهم بالحكي فكانت دائما مرح هي يعني الشخص اللي يدخل هذا فكنت بتذكر المواقف إلا ما نكون مجموعين كعائلة في وجود الأب والأم والجدة والأعمام وقديش كانت هي يعني كانت مهمة في هذا الجانب مرح فهي يعني حافظت على هذا الجانب حافظت على ابتسامة دائما حافظت على إرادة ودافعية لكن كل اللي حاولت تعوضها إياه عن غياب الأم والأب شعرت في لحظات معينة أنه كل جهدك ممكن ما يكون كافيل أنه يكون عوض عن غياب الأب والأم حقيقة أنا أحكي أنه لا مرح يعني وخواتها والعائلة يعني لا كان عندي ثقة أنه هم يعني في النهاية يعني حيحافظوا على المسار والأهداف اللي كانت موجودة وكانت ثقتي عالية فيهم يعني بالعكس ما أظهروا كمان اهتمام أكثر يعني بس أنا اللي بحكي أنه الذكريات كنت أنا بتمنى يعني أنه يكون موجود أبوها وإمها لأنه فرحة الفرحة في عيون الأب والأم اللي بسامة في وجهة في وجه الأب والأم الحضن من الأب والأم لطالف التوجيه لا يمكن أن يعاوض يعني وهذا أكثر شيء يعني يأثر فيه أنا فعلا كنت بتمنى يكون أبوها موجود دورهم صعب حدا يسدوا يعني فيش حد ممكن يعاوض يعني هذه الفرحة الحقيقية اللي بيتكون في وجهة الأب والأم والحضن اللي ممكن يكون نتيجة هذا الإنجاز المهم في حياة أحد أفراد الأسرة يعني يعني لما أنا سمعت النتيجة يعني هذا هي الذاكرة اللي عادت إلي كنت بتمنى لو أنه أبوها اللي موجودة أو أمها اللي موجودة وستها يعني يعني إحنا عملينا نقدر نقول أنه نحن فرحنا وكثيرين سعيدين وفاخوريا ولكن فرح يعني كان يعني ممزوج بالحزن يعني وكنا نتمنى أن يكون في وجود الأب والأم يعني أشكرك جزيلا وعانكم الله لعل إن شاء الله هذه الفرحة تمر دون تقليب المواجع محمد عوض هو طالب نموذج آخر من نماذج الإصرار على الوصول إلى الهدف رغم كل المعيقات محمد يعني لو تكلمت لنا عن ما عانيته من فترة فقدان بيتك بسنة الألفين واثناش بالحرب الثانية إلى الحادث اللي أودى بعينك وانتهاءا بالمعدل العالي اللي أنت حصلت عليه ستة وتسعين فاصلة واحد أولا شنا ما كان عمري أنا سنتين في سنة الألفين تعرضت لحادث كانت الكهرب قاطعة في الهندة الكاز ومفيها قزازة أجت في عيني كانت طفيفة مش كتير لما رحنا على دكتور في غزة في خطأ طب كان الخطأ الطب زود الإصابة رحنا على القدس عشان يصلحوا الخطأ اللي صار صلحوا اللي بقدروا يصلحوه بس ما قدروا يرجعوها زي ما كانت هذا اللي صار كله خلاك تصمم بعد معدلك هذا أنه أنت تدرس طب عيون لحتى ما تعيد هذا الشيء أو تحاول تمنع أنه يعاد مع أطفال تانين أكيد أكيد أنا وعيد على الدنيا أصلا وأنا بقول بد أدرس طب عيون عشان اللي صار فيي ما يصيرش في أي طفل تاني يعيش طفولته في عين واحدة يعني مرة السنين يعني الحمد لله لكن سبحان الله هذه العين الواحدة أعطتك كل هذا المعدل أنت لو كنت بانتين كيف رح تعمل؟ أكتر من مية ما شاء الله ألف مبروك يا محمد أتوجه إلى والدك السيد نايف في عجالة يعني للأسف الشديد الوقت يداهمنا لو تحدثت لي عن كل التجهيزات وتهيئ الجو لمحمد لكي يحصل على هذا المعدل العالي على الرغم من الصعوبات الجمع التي قاسيتمها خلال العوام الفائتة إحنا حاولنا بقدر الإمكان أن هيئ له الجو المناسب لدراسته أنه يدرس ويجتهد هو مجتهد من منذ الطفولة معدله واحد ممتاز يعني وتمييز منذ الطفولة لكن حاولنا أنه نهيئ له كل الظروف فالحمد لله يعني هو اجتهد وجد وحصل على معدل رغم أنه ما كان يدرس في الليل لأنه إصابته في عينه كانت أثر علي حتى باللدات والإنار ضعف البصار يعني ترهق العين الواحدة طيب الآن كأب طموح ابنك أو مطالبكم لحتى يوصل لطموحه بشكل أوضح والله هو طموحه أنه يدرس طب عيون والإمكانيات الضعيفة فإحنا متأملين بأنه يطلع له منحة على أساسي كمل تعليمه وهذا طلب بتوجهه لمين؟ توجهه لكل المسؤولين المسؤول عن الأمور هذه المسؤول عن المنح المسؤول عن أو اللي بيقدموا المنح لازم يكون الحق بالمنح هذا الطلب المتفوقين يستحقوها جداً طيب دعني أتوجه مرة أخرى لمحمد أنا عرفت أن قصة محمد نايف عوض هي قصة استثنائية ليس فقط بفقدانك لبيتك وفقدانك لعينك في الطفولة المبكرة لكن محمد أنت كنت خلال دراستك الثانوية دراستك توجيه عندك تستفيد من كل أوقاتك كيف كنت تستفيد منها؟ هل مثلاً كنت تشتغل كنت تحاول تساعد مع أهلك في المصروف؟ بالفصل كنت أحاول أساعد أهلك في المصروف مثلاً أروح أشتغل على البحر بس لما انصرت دخلت توجيه أوي قال لي أقعد خلاص الحين انتبه لدراستك منيح خلاص أجنعني وقعدت أدرس واجتهدت الحمد لله جل معدل هيك يعني خلال فترة التوجيه تركت العمل في مساعدة في المصروف؟ أه تركت أبوي قال لي خلاص أقعد أنا كنت بدأ أضلني بس أبوي قال لي أقعد هذا مستقبلك طيب محمد نجاحك المبهر رغم كل الظروف الصعبة لمن تهديه؟ أول شيء لأمي وأبوي لأمي وأبوي للأسادز كل الأسادز الوقف معاي بالأخص للأسادز محمد الفارة أستاذ رياضية وقف معاي كتير بكتير مواقف كمان وأصحاب اللي وقفوا معاي كنا كل خميس نقعة صهرة اللي عنده سؤال يسأل وانفهم بعض كذا تكون الصداقة في طريق إلى النجاح ألف مبارك يا محمد سأختم سريعاً مع الطالبة المتفوقة والمتميزة مرح زيادة مرح عزيزتي لو عندك كلمة شكر لمن وقفوا معك أو إهداء لمن تهدي هذا النجاح أيضاً بعد هذا المعدل الذي حصلت عليه أول شيء بهذه النجاح طبعاً لأولدي الشهيد جميل الزيادة والتي بانستعافين ولأسته وعم يوسف وعمر وأخي شعبان بهذه العمامي كلهم طبعاً لأخواتي يعني هذول الشهداء اللي رحلوا لا أنا بأوليش حكتلك كالشهيد الله يحمهم وعليك العمامي يعني كلهم وأكيد خواتي يعني خواتي يعني كانوا معي من نفس البيت فكانوا دايماً هم أكتر ناس داعمين يعني يعني على الدراسة خاصة يعني خاصة يعني أديل أخوالي طبعاً يعني أخوالي يعني اليوم كثير كمان فازقون وهما أصلاً في الضفة يعني كثير يعني ووسوطة منه وشكراً لهم كثير يعني ولأخلاتي وعماتي ولكل يعني حتى لصحواتي يعني اللي وكفوا معي كثير يعني خاصة في إنه أنا اتقلت لمرحلة تانية يعني كنا دائماً على تواصل يعني ألف مبروك النجاح يا بس لكن قولي لنا أخيراً شو مقررة تدرسي في الجامعة إن شاء الله يعني أنا شي محددة لسا يعني فيك متخصص يعني بس لسا متحيرة يعني وإن شان ربما يعني نورني التخصص المنيح يعني إن شاء الله يا رب إن شاء الله أتمنى لك التوفيق عزيزي ومن نجاح إلى آخر لك ولمحمد عوض ولكل الطلبة الذين واجهوا الظروف القاسية التي يعيشونها وصولاً إلى هذا النجاح وأيضاً الشكر موصول لكم يا من دعمتم هؤلاء الطلبة السيد حسن السيد حسن زيادة والسيد نايف عوض أشكركم جزيلاً على مشاركتكم معنا وإذاً زميلي محمد كما شاهدت هي قصص تحدي على الرغم من الظروف القاسية التي عاشها هؤلاء الطلاب وعلى الرغم من كل الظروف القاسية التي يعيشها طلاب غزة عموماً جراء الساعات الطويلة لانقطاع الكهرباء والصور والمعاناة التي ما زالت عالقة في أذهانهم وفي حياتهم موجودة بشكل دائم جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي انتهت ولم تنتهي أثارها حتى اليوم إليك زميلي محمد شكراً لك غالي يا حمد مرارسلة الجزيرة مباشرة في غزة تحية تقدير وإعجاب وتهانين الحارة لأطفال فلسطين الذين يتحدون الصعاب ويقفون دائماً ناجحين ممتازين مرح تختصر الفرح الفلسطيني والتحدي